تحذيرات أمنية من إمكانية استهداف رعاية الولايات المتحدة من قبل تنظيم داعش في أفغانستان أو ما يعرف بولاية خرسان دفعت إدارة بايدن إلى تغيير قواعد الإجلاء من أفغانستان وحث المواطنين الأمريكيين على عدم التوجه إلى مطار كابل إلا بعد التنسيق مع سفارتهم نحن على تواصل مع طالبان لتأمين نقاط التفتيش وتسهيل المرور الآمن للأفراد لدينا 5800 عسكري على الأرض في كابل ومستمرون برصد أي تهديدات ويمكن لجنودنا اتخاذ القرارات اللازمة لحماية قواتنا ولاية خرسان التي باعت أبا بكر البغدادي عام 2015 والتي تنشطه في كل من أفغانستان وباكستان تمكنت من شل ما لا يقل عن 12 عشرة عملية عسكرية كبيرة في تلك المناطق أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن ألفين آخرين طالبان وداعش بينهما خلافات كبيرة داعش ستحاول استهداف الأمريكيين وطالبان معا تنفيذا لأهدافها إضافة إلى إحراج طالبان أمام العالم داعش لديها أكثر من ألفين مقاتل وهي قادرة على خلق نوع من الفوضى خاصة في ظل الأوضاع الحالية في عام الفين وعشرين وحده قام تنظيم داعش فرع خرسان بأربع هجمات اثنتان منها على دور عبادة في حين كانت الثالثة على مستشفى للتوليد والأخيرة استهدفت السجن جلال أباد لتحرير ثلاثمائة شخص من أنصار التنظيم في عام الفين وتسعة عشر قررت الإدارة الأمريكية تكثف حمالاتها على معاقل داعش بالتعاون مع السلطات الأفغانية أنذاك إلا أنها لم تنجح في القضاء عليها وفق مراقبين رغم الخسارات الفادحة التي ألحقتها به إياد جغبير سكاي نيوز عربية واشنطن